السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وطبعا اليوم سأعطيكم مسائل عن الكثافة نبدأ في المسألة الأولى طبعا جسم كتلة 50 جرام أما حجمه 10 سنتيمتر هل يطفو أمين قمير في الماء علما بأن كثافة الماء تساوي 1 جرام سنتيمتر مكعب طبعا أعطاني الكتلة والحجم والكثافة عشان نقدر نحل أول شيء نكتب المعطيات وهي الكتلة 50 والحجم 10 سنتيمتر والكثافة 1 جرام سنتيمتر طبعا الآن كتبت المعطيات والمطلوب مني المطلوب هو كثافة العين طبعا الآن نبدأ بالحل أول شيء نكتب الكتلة الكتلة والحجم بعدين نطرح أو نقسم ونشوف طبعا الآن الحال الكتلة والحجم تساوي الكتلة 50 والحجم 10 طبعا نقسمهم نقسم بالحاسبة أو القسم المطول أنا راح أستخدم القسم المطولة والآن راح نستخدم القسم المطولة نحط في الخانة الأولى 10 وأنا 50 طبعا ننشوف وش اللي في الجدوة العشرة يعطينا 50 طبعا اللي في الجدوة العشرة يعطينا 50 والخمسة والخمسة ضرب العشرة يعطينا 50 نطرح 0 ناقص صفر يعطينا 0 وخمسة ناقص خمسة يعطينا 0 طبعا النتيجة هو خمسة طبعا حسبنا بالقسم المطولة تطلع لنا خمسة طبعا النتيج هو خمسة طبعا باقي منتهنا من الحل نعرف أعطاني هل يطفو أمين قمر في الماء طبعا اسمه طبعا كثافة الماء كثافة الجسم أكبر من كثافة الماء إذن ينقمر الجسم طبعا الآن انتهينا كتبنا لحل كثافة الجسم أكبر من كثافة الماء إذن ينقمر في الماء والآن راح نحل المسألة الثانية جسم كتلته 18 جرام وحجمه 3 سنتيمتر مكعب هل يطفو أمين قمر علما بأن كثافة الماء تساوي 1 جرام سنتيمتر طبعا أعطاني كتلته 18 سنتيمتر وحجمه 3 سنتيمتر أما كثافته هو 1 جرام سنتيمتر عشان نحل كما في المسألة الأولى نكتب المعطيات والمطلوب مني المطلوب مني كثافة العينة أما المعطيات الكتلة هو 18 والحجم 3 سنتيمتر مكعب أما الكثافة 1 جرام سنتيمتر طبعا نكتب المعطيات والمطلوب كثافة العينة طبعا الحل كتلة وحجم تساوي 18 على 3 الحجم 3 والكتلة 18 طبعا نحسبه بالقسمة المطولة ونرى الناتج والآن نضع القسمة المطولة هنا 3 وهنا 18 طبعا وش اللي في جدول الثلاثة يعاطيني 18 طبعا في جدول الثلاثة يعاطيني هو 6 6 ضرب ثلاثة يعاطيني 18 8 ناقص ثمانية بصفر واحد ناقص واحد بصفر وانتهت عملية القسمة والناتج 6 والآن طلعنا الناتج يساوي 6 طبعا باقي ما اكتمل الحل نكتب كثافة العينة هل يطفو أم ينغمر طبعا كثافة الجسم أكبر من كثافة الماء إذن ينقمر اللسم في الماء طبعا الآن أنا خلصت المسألة كتبت كثافة الجسم أكبر من كثافة الماء إذن ينقمر طبعا إن شاء الله أعجبكم شرحي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر